استضافت وزارة الداخلية براعمة وشباب منطقة بشاير الخير بالإسكندرية وأسرهم بنادي الشرطة لقضاء يوم ترفيهي ورياضي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية يأتي ذلك في إطار حرس وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة الفئات وخاصة قاتنية المناطق الحضرية الجديدة مش حنسيبك تعيش هنا مش حنسيب أطفالنا يطلعوا كده لا يمكن طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا سيب الناس كده أبدا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل منطقة ضغيط العنب العشوائية بالإسكندرية لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل عملنا معهم إيه؟ عملنا معهم إن إحنا أدخلنا البهجة والفرحة عليهم وغيرنا حياتهم وحياة أبنائهم هي أبداية لينا هي أبداية جديدة حياة لينا حياة كريمة مصر جديدة بينا أجيال والخير مالينا حلم وشفنا بعينينا وبكرة طالع بالإيدين وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاتين تلك المناطق فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية المشاير الخير دي حقيت لنا كل أحلامنا حياتي فرقت كتير المكان الجديد ساعدني لنا أعمل حاجات كتير الرئيس عبدالفتاح السيسي سروح أقالينا أمنياتنا مدينة كويسة جداً كل الطرق بقت سهلة كل الأماكن بقت كويسة قوي ولسه أكيد من أحلى لأحلى البشاير مكان حلو مكان نديف خلاني أحلى مني أكون دكتورة وأصبح لوقت مكان محترم في حياة أدمية للناس الناس قادرة تعيش المشاير جميل الصراحة ولما عائلتنا كلها ومفسوسين قوي فيها وبنشكر الرئيس عليها أيوة شكراً مش كفاية شكراً مش كفاية نور جديد كنت البداية تحيا مصر هنعلى بيها ايد في إيده أملنا فيها بكرة وياكم نساعد ايد في إيده الكل فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشاير الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي تواجهها لهم وزارة الداخلية وبالتغير الكبير الذي ترأى على حياتهم إلى الأفضل ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية ويريدون الوقت ونفضل نكبر ونعيش ونشور حياة كريمة وباني حققت الحلم فعنا رسمت طريق حقيقة هي أبداية لينا رحانة عاوية عشان كنت مرحة ما كنتش أحلى من لنا جيلك المكان دهوت وهم جم أخدونا ركبت الخيل ولعبنا سلة وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا يوم جميل النهاردة مع الزباط وزباطات الشرطة اللي فاتوا يوم زي دوا ممكن هيبقى يعني خسر كتير أول مرة نعمل كده أصلاً في حياتنا شكراً مش كفاية للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده من أول بشيرة طبعاً بتاعتنا لحد الملاعب والحد إن إحنا وصلنا لحد هنا دي طبعاً مش كلبة شكراً مش كفاية للرئيس أيوة شكراً مش كفاية شكراً مش كفاية نور جديد كنتو البداية طحية مصر هنعل بيها ادفئذوا أملنا فيها بكراً وياكم نساعد ادفئذوا الكلية هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاتل المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأنجية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم هي بداية لنا هي بداية جديدة حياة لنا حياة كريمة مصر جديدة بينا أجيال والخرمة لنا حلو شفنا بعينينا وبكرا طالع بين جديد ايوة شكراً مش كفاية جيت هنا تبسط جداً وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد أنا عايزة أعاكي كل مرة في البكان ده البكان ده جميل جداً أنا جيت النهاردة عشان نلعب الماتش الحلو ده مش الماتش بس هو اللي حلو ده المكان جميل عايزة أقول الرئيس شكراً قوي شكراً على الفرص التي تدتها لنا وبجد يعني من غيرك ما كنتش هنعرف ان اخذوا الفرص ذي والخطوات ذي في حياتنا بشكر سيادتي رئيس عليهم اللي قدناه النهاردة وبنحبك يا رئيس هي بداية لينا هي بداية جديدة حياة لينا حياة كريمة مصر جديدة بينا أجيال والخرمة لنا حلو شفنا بعينينا وبكرا طالع بين جديد أيوة شكراً مش كفاية شكراً مش كفاية مرجدي كنت البداية تحيا مصر هنعلى بيها اتفي إيد لأمل ما فيها رحيا ما فيها كنت ساعد اتفي إيد لكل راح يوم ترفيهي ورياضي كبير أقامته وزارة الداخلية لقاتل منطقة بشائر الخير بالأسكندرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل مع كافة فئات مجتمع بخاصة قاتل بدائل العشوائيات والتي تحرس الدولة على إقامتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصري